لنا كل جديد طبعا من تمرينة النهاردة اللي بدأت الساعة خمسة يا فاروق مساء الخير برحب بك زميل العزيز أحمد سمير وبرحب الكابتن رامي ربيع وبرحب طبعا بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان بعد راحة يمكن 48 ساعة دهة مرسل كولر للعيبة كان أول تمرينة مبارح يا فاروق والحقيقة يمكن يعني عندنا أخبار سر عايزيني طمن جماهي النادي الأهلي كان في حالة قلق شوية من الغيابات قبل مطش مازينبي مباراة الكونغو يمكن الـ 24 ساعة الأخيرة شهد التطورات وطمننا على دخول عدد كبير جدا من اللعيبة اللي كانت مستبعدة بسبب الإصابات عايز أعرف موقفهم المشاركة النهاردة إيه مين منهم ممكن يكون قريب من دخول قايمة المباراة ومين منهم ممكن يكون جاهز ما بعد مواجهة مازينبي يعني خليني زميل أحمد في البداية أطمنك طبعا على حالة اللعبين المصابين ونستعرف أكتر من نقطة النهاردة يعني خاصة أن ده تدريب يعني اللي كان مفتوح النهاردة الوسائل للإعلام طبعا زي ما أنت قلت الفريق بعد العودة من رحلة الكونغو التعادل مع فريق مازينبي التعادل سلبي بدون أهداف فيه كينشاسا فيه ملعب لبومباتشي أعتقد يعني واحدة من المباراة الخطوات المهمة جدا اللي نادرها لي مستر كولر طبعا نستاني في التدريبات بعد الراحل اللي منحها اللعبين لمدة 48 ساعة خلينا نحسن معك زميل أحمد بعض الأمور الخاصة بي اللعبين المصابين يعني طبعا نأكد لك خلاص يعني بالنسبة لكابتن محمد الشناوي بالنسبة لحسين الشحات بالنسبة لأليو ديانج بالنسبة لإمام معشور لعيبة خاضة التمرين بالأمس واليوم أيضا خاضوا التدريب وخلينا أكد لك من الناحة الطبية أصبح اللعبين جاهزين للمشاركة الأمر بيخضع لي الرؤية الفنية المستر مارسل كولر في الاستعانة بأي منهم طبعا في هذه المواجهة بالنسبة للمران عطية هو نزل المران اليوم يعني أول تدريب المران عطية وخلينا برضو أكد لك جاهزيته أيضا لذي المباراة طبعا ده طبقا بيخضع لي الرؤية الفنية المستر مارسل كولر اللعب اللي تقدر تقول بقى خلاص يعني يدخل في أجواء المران الجماعي لفريق النادي الأهلي عاقب مباراة تمازينبي وياسر إبراهيم جاهز بشكل كامل لكن مستر كولر طبعا بالتنسيق مع الدكتور أحمد جبالة رئيس الجاهزة الطب بالنادي الأهلي فضل أنه طبعا يبدأ ياسر إبراهيم ياخد أجزاء طبعا من المران الجماعي ويشارك في المران الجماعي عاقب مباراة تمازينبي طبعا كوكا كان وبعد الأخبار بتقول إصابات أو اشتكى من إصابة بأكد لك جاهزيت كوكا أيضا لذي المباراة طبعا حمزة علاء كان فيه التبات في العضلة الضمة بيغيب طبعا على التدريبات اللي هي شعوره بالألام والتبات في العضلة الضمة ده زميل أحمد الموقف بالنسبة للمصابين زي ما أكدت معاك أن العيبية اللي احنا قلنا عليها سواء الكابتن محمد الشيناوي كابتن حسين الشحات إمام عشور الشحات نزل بمسك فروس الموجهة بالضبط أحسين الشحات بيرتدي القناع اللي تم تخصيصه أو إحضاره خصيصا لحسين الشحات أصبح جاهز للمشاركة وبأكد لك سواء هو أو إمام عشور أو أليو ديانج أو الكابتن محمد الشيناوي الجميع طبعا جاهز من ناحة طبية بيغضع الأمر طبعا ليه مستر مارسل كولر خليني برضو زميلي أحمد أكد لك على بعض الأمور الخاصة بالتحضير لزي المباراة مستر كولر أو اللعبين اجتمع مع اللعبين النهاردة طبعا اللهم المباراة الأولى أو الشوت الأول اللي احنا لعبناه في الكونغو هي نتيجة خدها نتيجة التعادل السلبي نتيجة خدها عايزين نحن نتعلم من الدروس اللي عملها فريق مازين بيق مع فريق بيترو أتليتكو ونحقق الانتصار على الفريق الأنجولي في ملعبه مش عايزين نستسهل المباراة مع التواجد الجماهيري ويعني مستر كولر دايما بيطب وجوده لجمهور والشق الخاص بالجمهور خلينا طمينك زميلي أحمد نفاذ كافة التذاكر للمباراة الخمسين ألف تذكرة اللي تم طرحهم لذي المباراة بالكامل يعني بعد ساعتين من طرح التذاكر كان الأول تم طرح تلاتين ألف تذكرة انتهوا تقدر طول في خمسين دقيقة ثم طبعا تم يعني طرح عشرين ألف تذكرة أخرى وبالتالي نفذت يعني تقدر طول خلال ساعتين نفذت التذاكر بالكامل جمهور على الموعد إن شاء الله مستر كولر بيتكلم مع اللعبين بيحفز اللعبين لذي المواجهة اللعبة كلها مركزة نهاردة كريم ندفد وإحنا بنتكلم أو عبدالقادر أو ياسر إبراهيم الجميع قالوا إحنا عارفين المباراة وأهميتها مش مستسيلين خالص أحمد المباراة الأولى أعتقد هي مباراة زي ما نقولنا نهينا للشوت الأول لكن يهمنا إن إحنا نكون في كامل تركزنا وإنحقق البطولة الإفريقية زميلي أحمد طبعا أنا عايز أسألك حاجة فاروق سريعا جدا آه عايز أعرف ليه التمرين النهاردة كانت بدري يعني ليه مستر كولر اختار التمرين الساعة 5 ساعة مع أنه المطش هيتلاقيه بالساعة 10 مساءا وإنت عارف أنه الجو اليومين دول مباراة والنهاردة يعني فيه موجة حرة شديدة جدا لا هو يعني زميلي أحمد ده معادي التمرير الدائم لمستر كولر يعني مستر كولر ما بيفضلش التدريب بالليل يعني هو دايما يعني بيبقى التدريب في هذا التوقيت وفي يعني اللي تقدر طول فصل الشتاب يكون التدريب صباحي وده من المعيد طبعا اللي بيفضلها مستر كولر أيضا يعني نتعارف أننا مقبلين طبعا على مستر كولر يعني بيطالب بهذا الأمر خليني برضو أقولك أن فريق مزيمب النهاردة وصل فجري اليوم إلى القاهرة هيخد تدريبه في تمام الساعة العشرة على استياد الدفاع الجوي ويعني ده هيكون التدريب الرئيسي لفريق مزيمبي اللي جاي أيضا بيحمل يعني الأمال وطمحات النواحة نتيجة أجابية أمام النادي الأهلي لكن إن شاء الله كل التركيز كل الدعم كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في نقطة عجلة بسيطة جدا زميلي أحمد يعني الأمر الخاص بالجمهور يعني خلينا أقولك أنه تم تخصيص طبعا البوابة ألا الرجان لدخول جماهير الدرجة الأولى وجماهير المأصورة تم تخصيص بوابة صلاح سالم لجماهير الدرجة الثانية وجماهير التالتة شمال وأيضا بوابة النصر لدخول جماهير الدرجة التالتة يمين خلينا أقولك أن كل التحضرات اللي بتتم هنا من الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي بالتواصل مع طبعا مع الجاتل الأمنية لتنسيق دخول الجمهور الجميع بينتظر ملحاما إن شاء الله من جمهور النادي الأهلي من اللعبين الجميع يكون على الموعد بإذن الله والنادي الأهلي يتجاوز زي العقبة ويصعد المباراة النهائية ويبقى رقم قياسي يحققه النادي للنادي الأهلي أنا موجود معك زميلي أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا يعني بشكرك على كل المعلومات اللي غطت كله وتمنت جميعنادي الأهلي على أخبار فرقتها وعلى عودة وجهزية كل اللعيبة اللي غابت في الفترة الأخيرة وإن كد طبعا مشاركتهم هتبقى في النهاية تبقى لقرار مارسل كولر والرؤيته الفنية واللي يمكن ده هتكلم فيه مع كابتل رامي ربيع بس اسمحناك